بسم الله الرحمن الرحيم أبنائي وبناتي طلبة وطالبات التعليم الفني الزراعي نظام الخمس سنوات والثلاث سنوات أهلا ومرحبا بكم في تاني حلقات مادة الحشرات للصف الثاني الزراعي نفكر بعد باللي احنا قلنا المرة اللي فاتت كلمنا المرة اللي فاتت عن موقع الحشرة في المملكة الحيوانية وخدنا ايه هي القبيلة التي تتبع لها الحشرات وقلنا انها مفصليات الارجل خدنا الصفات العامة او بما تتميز الحشرة او الصفات العامة للحشرة يريد نكون ذكرناها لانها سهلة جدا وقلنا عدد حلقات جسم الحشرة الكاملة 20 حلقة اما المناطق وياريت نفرق بين عدد الحلقات زي ما انا قلت المرة اللي فاتت ويق المناطق عدد حلقات جسم الحشرة 20 حلقة اما مناطق جسم الحشرة قلنا ثلاث مناطق رأس وصدر وبطن طيب النهاردة هنكمل مع بعض في معلومة مهمة جدا والدرس التاني وهو اصل وانتشار الحشرات اصل وانتشار الحشرات قلنا اصل وانتشار الحشرات بتمتشر الحشرة تقريبا في كل بقاع الارض ما عدا اعماق البحار ولا يوجد كائن حي بيمسل الحشرة في مدى انتشارها ولموافق اماكن بيصعب على غيرها من الكائنات الحية انت تأقلم فيها هيجي يقول لي اذكر العوامل التي تساعد على بقاء وانتشار الحشرات ممكن يجيلي بصورة مباشرة يقول لي اذكر العوامل او ان يقول لي على الرغم من صغر حجم الحشرة الى انها غازت جميع بقاع الارض وفسر او اذكر طيب العوامل ايه هناخد واحد اسباب بتتعلق بالحشرة نفسها اسباب بتتعلق بالحشرة نفسها واحد صغر حجم الحشرة صغر حجم الحشرة ادى لحاجتين واحد كلت حاجتها من الغزة اتنين هروبها من الاعداء يبقى اول حاجة في العوامل التي تساعد على بقاء وانتشار الحشرات رقم واحد صغر حجم الحشرة ادى لحاجتين عندي رقم واحد ان كلت حاجت الحشرة من الغزة رقم اتنين هروبها من الاعداء بتعرف تختفي لانها صغيرة الحاجم. رقم اتنين وجود هيكل خارجي صلب. واحنا اتكلمنا عن الهيكل الخارجي الصلبة قبل كده بيعمل كوقاء لمنع التبخير لمنع تبخير الماء الداخلي فيمنع جفاف الحشرة. فبالتالي بتحتفظ بحياتها فترة طويلة. يبقى اول حاجة وهي صغر حجم الحشرة قد عندي الى قلة حاجتها من الغزاء رقم اتنين هروبها من الاعداء. رقم اه اتنين في الاسباب التي تتعلق بالحشرة نفسها وجود هيكل خارجي صلب. الهيكل الخارجي الصلب ده بيعمل كوقاء لمنع التبخير او ان هو يمنع تبخر الماء الداخلي فيمنع جفاف الحشرة. سؤال مهم جدا وهو وجود الاجنحة العاملة وجود الاجنحة العاملة. وجود الاجنحة العاملة يزيد وجود الاجنحة العاملة من قدرة الحشرة على البقاء والانتشار. حد يقول لي ازاي؟ يزيد وجود الاجنحة العاملة من قدرة الحشرة على البقاء والانتشار. اه ان عن طريق الاجنحة دي بتستطيع الحشرة ان هي تطير تنتقل من مكان لاخر عشان لو ما فيش غزة في المكان ده بتبحث عنه في مكان اخر يبقى بتستطيع الحشرة عن طريق الاجناحة الطيران تبحث عن الغزة اتنين بتبحث عن الاماكن المفضلة لوضع البيض تلاتة عن الجنس الاخر لاتمام عملية التزاوج يبقى احنا اخذنا رقم واحد صغر حجم الحشرة وده ادى الى الف هروبها من الاعداء وكلت حاجتها من الغزة اتنين وجود هيكل خارجي صلب وجود هيكل خارجي صلب وده بيمنع تبخر الماء فبالتالي بيمنع جفاف وموت الحشرة رقم تلاتة قلنا وجود الاجناحة العاملة وده بتيجي صح ولا غلط وجود الاجناحة العاملة يزيد من قدرة الحشرة على البقاء والانتشار عن طريق ان هي بتقوم بعملية الطيران فبتمتقل بحثا عن الغزاء يعني لو موجودة في المنطقة دي وما فيش فيها غزاء بتطير لمنطقة اخرى فيها غزاء طيب بتبحث عن اه 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 اماكن لوضع البيض اماكن مناسبة لوضع البيض وتبحث عن الجنس الاخر للتزاوج طيب رقم اربعة من الاسباب التي تتعلق بالحشرة وهي هروبها من الاعداء وده حتة جميلة قوي هروبها من الاعداء ان الحشرة اذا حسد بخطر بتهرب من من اعداءها بطريقين رقم واحد ان هي بتسقط على الارض متصنعة الموت بتعمل ايه يا ولاد بتسقط على الارض متصنعة الموت وتبدو كأنها ميتة يعني لو جينا نشوفها لقاها ميتة وهي مش ميتة بس بتتصنع الموت ده زي الخنافس والسوس يبقى هروب الحشرة من الاعداء اه والف سكتها متصنعة الموت زي الخنافس والسوس رقم اتنين اه اما في بعض الحشرات لما تشعر بالخطر بتاقف ساكنة متخزة نفس شكل او لون الفرع اللي موجودة عليه زي الددان القياسي طيب افراز بعد كده افراز مواد سامة افراز مواد سامة بتدافع بها الحشرة عن نفسها ودي زي الدبور قلنا قبل كده عن اسرار الزبابة المنزلية يبقى رقم ستة وهو الاسرار بزبابة المنزلية فيها ميزة جميلة جدا وهي اسرارها للوصول الى ما ترغب في الوصول اليه زي الغزاء او العائل بتاعها المناسب بتفضل الحشرة يعني لو احنا ركزنا شوية في الزبابة المنزلية واحنا قاعدين لقيها ما بتفقدش الامل بمعنى ايه بتفضل تطلع تقع وترجع تاني تقع وترجع تاني ده ليه عندها اسرار ان هي توصل للعائل بتاعها او لمكان الغزاء اه رقم سبعة وهي ظاهرة التقاصر البكري التقاصر البكري وهي قدرة الحشرة على انتاج صغار بدون التزاوج او بدون وجود زكر احنا معروف ان التزاوج اللي معروف التقاصر الجنسي وجود زكر وانسة لكن هنا الحشرة فيها ظاهرة غريبة وهي ظاهرة التقاصر البكري وده هناخدها ان شاء الله في التقاصر والتشكل بالتفصيل وهي ظاهرة التقاصر البكري التقاصر البكري عندي ان الحشرة غزبنا عني هتدي افراد جديدة بمعنى ايه ان الزكر مش موجود خلاص مش موجود برضو هتدي افراد ولكن افراد غير مخصدة طيب دورة الحياة هنا قصيرة اللي بيخليها تضع تنتج افراد اكتر في فترة زمنية اقل يبقى ما هي العوامل ممكن يجي السؤال بصورة مباشرة يقول لي ما هي العوامل اللي لا تساعد على بقاء وانتشار الحشرة او انه ييجي يقول لي على الرغم من صغر حجم الحشرة الى انها غزب جميع بقاء الارض بما تفسر اقول له رقم واحد عندي اسباب تتعلق بالحشرة نفسها وهي واحد صغر حجم الحشرة ودي ادى عندي لحاجتين الف هروبها من الاعداء وكلت حاجتها للغزاء به الف هروبها من الاعداء به كلت حاجتها للغزاء رقم اتنين قلنا وجود هيكل خارجي صلب والهيكل ده بيعمل قوقاء لمنع تبخير الماء الداخلي فيمنع جفاف الحشرة رقم تلاتة وجود الاجنحة العاملة ودي مهمة جدا وجود الاجنحة العاملة بيزيد من قدرة الحشرة على الانتشار بيساعد الحشرة على الطيران وتستطيع ان تنتقل من مكان الى اخر بحثا عن الغزاء اتنين بحثا عن اماكن لوضع البيض بحثا عن التزاوك يبقى ساعدنا ساعدها وجود الاجنحة دي اللي بتساعدها في الطيران ان هي تنتقل من مكان الى اخر بحثا عن غزائها اماكن لوضع البيض تكون اكثر امانا رقم تلاتة اماكن للتزاوك طيب قمنا الهروب من الاعداء ودي حتة جميلة جدا في الحشرة ان الحشرة بتعمل نفسها تسقط متصنع الموت اه ودي زي الخنافس والسوس او انها بتاخد شكل ولون الفرع اللي موجودة عليه زي الدان القياسية افراز مواد سامة مثل الضبور الاصفر بتبدي مادة سامة مثل بتدفع بها الحشرة عن نفسها الاسرار بعض الحشرات تتميز بالاسرار للوصول الى الغزاء والعائل بتاعها اه زي الزبابة المنزلية التقاصر البكري وهي قدرة الحشرة على انتاج زغار بدون تزاوج اي بدون وجود زكور النقطة اللي بعد كده وهي دورة حياة هذه الحشرة قصيرة اه دورة حياة الحشرة قصيرة فبالتالي بتدي لها وقت ان هي تدي عدد افراد اكتر في فترة زمنية اقل طيب هنتنيل للنقطة التانية اسباب لا تتعلق بالحشرة اسباب لا تتعلق بالحشرة يبقى احنا خدنا الاسباب التي تتعلق بالحشرة حد يفكرني بيها قلنا رقم واحد صغر حجم الحشرة اتنين وجود هيكل صلب تتمتع به الحشرة رقم تلاتة وجود الاجناح العاملة وقلنا ان ده نساعد على انتقالها من مكان الى مكان عن طريق عملية الطيران بحثا عن الغزاء بحثا عن اماكن للتزاوج وبحث عن اما ان كان امن لوضع البيض بعد كده قلنا الهروب من الاعداء ودي قلنا ان الحشرة بتهرب من الاعداء بطريقتين اما ان هي بتتصنع الموت زي الخنافس والسوس او ان هي بتاخد شكل لون الفرع اللي موجودة عليه شكل ولون الفرع اللي موجودة عليه زي الديدان القيز افراس ما ودي سامة بده دافع بالحشرة عن نفسها قلنا الاسرار زي الزبابة المنزلية التقاصر البكري اننا الحشرة عندي بتتقاصر بدون الحاجة الى الزكور وده بيديني افراد غير مخصبة ودورة حياتها قصيرة وكلما تكسرت دورة الحياة استطاعت ان هي تدي عدد اكبر في فترة زمنية اقل طيب ايه هي بقية العوامل قلنا اسباب لا تتعلق بالحشرة نفسها التقدم في وسائل المواصلات كانت الحشرة بتعجز ان هي تنتقل عبر المحيطات وعبر البحار والمسطحات المائية جاءت السفن والطائرات وضحت لي النقطة دي سهلتها على الحشرة وقالت لها لا ده احنا هنساعدك ان انتي تمر من خلال الحواجز الطبيعية زي البحار والمحيطات والجبال والصحار طيب نقل الاسمدة الزراء البلدية الى الاراضي الصحراوية بغرض استصلاحها ده ساعد في انتشار بعض الحشرات زي الجعال ان انا بنقى الاسمدة البلدية من مكان للاراضي الجديدة ادى الى انتشار الحشرات زي الجعال جاه للمزارعين بطبيع الحشرة وطرق انتقالها وطرق علاقة وطرق الوقاية منها بعض المزارعين لو انت سألتهم اسم الحشرة دي ايه ما يعرفش تب ازاي تكفحها ما يعرفش طيب طبع الحشرة ده ايه اكفحها امتى ايه اعراض الاصابة بتاعتها هتلاقي فيه جهل من ناحية بعض المزارعين بانواع وطرق الحشرات طيب النقطة اللي بعد كده احنا كده اتكلمنا عن اذكر اللي هو اصل وانتشار الحشرة قلنا ان الحشرة بتنتشر تقريبا في كل مكان في على بقاع الارض ما عادة اعماق البحار الحشرة صغيرة الحجم فبتنتشر انتشار واسع جدا على عكس باقي الاحياء فبلاقيها صغر حجمها ادى الى ان هي ما بتقولش كتير كلت حاجتها للغزة حتى لو ما فيش غزة بتلاقيها موجودة رقم اتنين بلاقيها بتهرب من الاعداء لان حجمها صغير فبتقدر تستخبى منهم زي ما بنقول بعد كده قال لي ان وجود هيكل خارجي صند وجود الاجناحة العاملة الاسرار دورة الحياة قصيرة التقاصر البكري هروبها من الاعداء افراز مواد زمه قلنا فيه اسباب اخرى لا تتعلق بالحشرة اللي هي التقدم في وسائل المواصلات زي السفن والطائرات ودي ساعدت في انتقال الحشرة من اماكن زي بتنتقل عن طريق كان فيه مشكلين تنتقل عن طريق البحار والمحيطات والمسطحات المائية السفن والطائرات سهلت للموضوع ده رقم اتنين نقل الاسمدة البلدية الى الاراضي الجديدة بغرض استصلاحها ادى الى امتشار حشرات لم تكن موجودة مثل الجعال رقم تلاتة جهن المزارعين باطبائع الحشرة وطرق المكافحة معظم الفلاحين الموجودين لو جينا نقول لهم ايه يا جماعة الحشرة دي اسمها ايه فمتلاقيش عنده خلفية حتى اسمها ولا طرق مكافحتها ولا طباع الحشرة دي ايه هننتقل لنقطة اخرى في الدرس بتاع النهاردة اتمنى ان انتوا تكونوا بتستفادوا بكل كلمة احنا بنقولها لان المنهج شيق وجميل جدا وناخد ايه هي الاهمية الاقتصادية للحشرة الاول احب اقول ان ظهرت الحشرة قبل الانسان بملايين السنين فكان الاول فيه اتساع في الارض ووفرة في الغزاء فما كانتش بتنافس الانسان ولكن مع مرور الزمن بقى فيه اه استحام في عدد السكان كلة الغزاء فاصبحت الحشرة تنافس الانسان في كل تنافسه في اه ان هي بتشكل خطر كبير على الحيوانات على النباتات على الحبوب والمواد المغزونة وتسبب له اضرار كتير جدا طيب احنا بنقول ان ظهرت الحشرة قبل الانسان بملايين السنين بس في البداية خالص ما كانش عندنا مشكلة لان عدد المساحة بتاع الارض كانت كبيرة جدا والغزاء كانت متوفر لكن دلوقتي بقت بتشكل خطورة كبيرة جدا على النبات والحيوان والانسان والحبوب المواد المغزونة الاهمية الاقتصادية للحشرة هنا مش هنتكلم بس على اضرار الحشرة لأ ده احنا هنتكلم عن اضرار الحشرة ومنافع الحشرة اضرار ومنافع الحشرات نسيب المنافع شوية وناخد اولا اضرار الحشرة هاجي اشوف الاقي اضرار الحشرة على رقم واحد النبات اتنين على الحبوب والمواد المغزونة تلاتة على الانسان اربعة على الحيوانات طيب لو جينا نبص رقم واحد هناخد ضرارها على النبات الضرار على النباتات الطالب الشاطر عايز الاول يقول لي ايه هي الاجزاء النباتية اللي موجودة فوق سطح التربة وايه الاجزاء النباتية الموجودة تحت سطح التربة سمع الطلبة بتوعي بيقولولي خد نفسنا اولا الشكل الظاهري للنبات وقلنا ايه الحاجات او الاجزاء او الاعضاء النباتية اللي موجودة فوق سطح التربة الشاطر بقى يقول لي هلاقي الساق اوراق براعم ازهار سمار كل دي فوق فوق سطح التربة طب ايه يا حبابي بقى اللي تحت سطح التربة هلاقي بزور جزور ضرنات انا حبيت اوضح الحتة دي علشان هنتكلم فيها في الضرر على النبات يبقى لما نيجي نتكلم عن الشكل الظاهري للنبات بقول ان النبات بيتركب من اعضاء ايه او اجزاء موجودة فوق سطح التربة واجزاء تحت سطح التربة هناخد رقم واحد الضرر على النبات واحد تتغذى بعض الحشرات على الاجزاء النباتية الموجودة فوق سطح التربة اسكت لا انا لازم اجي بين كسين واقول له مثل الساق الاوراق البراعم الازهار النورات كل دي اجزاء فوق سطح التربة يبقى رقم واحد تتغذى بعض الحشرات على اجزاء النبات الموجودة فوق سطح التربة ودي زي الجراد ودودة ورق القطن الجراد ودودة ورق القطن ولو بصينا هنلاقي يارك الدودة ورق القطن اليارك بتاعتها بتتغذى على اوراق النبات بالشكل اللي احنا شايفين يبقى رقم واحد في الاهمية الاقتصادية بدأنا بالضرر على النباتات قلنا رقم واحد بتتغذى بعض الحشرات على الاجزاء النباتية الموجودة فوق سطح التربة وعشان اباين ان انا طالب ممتاز واختلف عن زمالي اللي ما بذكروش اقول ايه هي الاجزاء النباتية الموجودة فوق سطح التربة بنكوسين هقول الساق اوراق براعم ازهار نورات فتتلفها هي هتقرد فيها هتتغذى عليها فبالتالي هتتلفها ودي زي الجراد ودودة ورق القطن ممكن يجي السؤال بصيغة تانية من الحشرات التي تتغذى على الاجزاء النباتية الموجودة فوق سطح التربة نقط ونقط هنحنحس بقى ان احنا سكتنا خالص لا ده نفتكر الميز كانت قالتلي ان الاجزاء النباتية فوق سطح التربة دي زي الساق والاوراق والبراعم والازهار والنورات دي بيصبها او بيقرد اجزاء النباتة اللي موجودة زي حشرتين مهمين قوي وهما الجراد ودودة ورق طبعا فيه حشرات كتيرة جدا ولكن علشان انت ما تهشي مني نكتفي بالجراد ودودة ورق القطن يبقى ايه ممكن السؤال يجيلي بصفة عامة يقوللي اذكر اضرار الحشر على النبات اتكلم فيها براحتك طبعا ممكن يجي يقوللي من الحشرات التي تتغذى على الاجزاء النباتية الموجودة فوق سطح التربة نقط ونقط اقول له الجراد ودودة ورق القطن طيب نيجي رقم اتنين وهو امتصاص عصارة النبات متخيلين حاجة بتمص في العصارة بتاعتي في الدم بتاعي ده بقى بتمتص عصارة النبات فبالتالي هيحصل الي النبات هيضعف هيجف وبالتالي قد يصل الى موت النبات ودي زي حشرة مشهورة جدا وهي المن والزبابة البيضاء والحشرة القشرية طيب يبقى انا خدت رقم واحد في الاضرار على النبات ان واحد تكرد او بتتغذى بعض الحشرات على الاجزاء النباتية الموجودة فوق سطح التربة وقبل ما ابتدي في النقطة دي فارغنا بين الاجزاء النباتية التي توجد فوق سطح التربة والاجزاء النباتية الموجودة تحت سطح التربة فلا الاجزاء النباتية فوق سطح التربة هقول رقم واحد من الاضرار تتغذى على الاجزاء النباتية فوق سطح التربة عشان ابقى طالب كويس اقول الاجزاء النباتية دي ايه ساق اوراق براعم ازهار سمار فتتلفها مثل الجراد والنطاط الجراد ودودة وراء القط يبقى لو جاء اكمل في الامتحان من الحشرات التي تتتغذى على الاجزاء النباتية الموجودة فوق سطح التربة هقول له مين الجراد ودودة وراء الأرض رقم اتنين زي ما احنا شايفين الضرر على النباتات دي باتنين امتصاص عصارة النبات متخيلين حشر عمالة مص في الدم بتاعي هي العصارة بتاع النبات الدم بتاعه فبيمتص عصارة النبات بالتالي النبات هيضعف وهيجف وقد يؤدي الى موت النبات زي حشرات مشهورة جدا منها المن الزبابة البيضة والحشر القشرية وده وشكل بيوضع الاصابة بالزبابة البيضة طيب احنا اتكلمنا قلنا واحد تتغزى على الاجزاء النباتية الموجودة فوق سطح التربة طب نسيب اللي تحت سطح التربة ولا نذكرها هي كمان الطالب الشاطر هيقول لي ايه الاجزاء النباتية الموجودة تحت سطح التربة بتتغزى بتتغزى على الاجزاء النباتية الموجودة تحت سطح التربة وتسبب موتها زي مين ايه هي الاجزاء الموجودة تحت سطح التربة واحد البزور فبالتالي لو تغزت عليها هيطلع فيه بادرة مما يؤدي الى غياب الجور طيب هتتغزى على الجزور هتقرض النبات النبات هينموت لا طبعا هيموت هتتغزى هتطل في شكل الضرانات لو كلنا جبنا شكل بطاطسيا كده زي البطاطس بنلاقي لو حشرة الحفار دي جت لها بتعمل فيها تلف فبالتالي حتى لو احنا بنشتريها وننرضاش نشتريها 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 يبقى الضرر على النبات ويبقى قلنا رقم واحد تتغزى على اجزاء النباتية الموجودة فوق سطح التربة واحب اقول لكم اجزاء النباتية فوق سطح التربة زي ما قلنا ساق اوراق براعم ازهر سمار اتنين دي زي حشرة الجراد ودودة ورق القطن رقم اتنين تمتص عصارة النبات تمتص عصارة النبات فتسبب جفافه وقد قد الى موته الاول بنبدأ بضعف النبات ثم جفافه وقد ينتهي الامر الى الموت ودي زي المن والحشرة الكشرية والزبابة البيضاء رقم تلاتة هقول الضرر بتتغزى على اجزاء النبات الموجودة تحت التربة ودي زي حشرة جميلة اوه احنا كلنا عارفين الحفار ولها اسم تاني اللي هو كلب البحر حشرة الحفار تتغزى على اجزاء النبات الموجودة تحت سطح التربة وتسبب موته زي الحفار والدودة القردة وفي دبلوم ان شاء الله هنميز بين الاسابة بالحفار والدودة القردة ونوع القطع بيكون هنا شكله ايه وهنا بيكون شكله ايه يبقى رقم واحد خدناها بتتغزى على اجزاء النباتية الموجودة فوق سطح التربة اتنين انتصاص عصارة النبات رقم تلاتة تتغزى على اجزاء النباتية الموجودة تحت سطح التربة طيب النقطة اللي بعد كده بيقول لي تعيش بعض النباتات داخل أنسجة تعيش بعض الحشرات داخل أنسجة النباتات تحفر داخل الصاق بتيجي داخل الصاق وتحفر ودي زي ديدان القصب الصغيرة والكبيرة ودي هنفرق في الدبلوم بينها بنقول عليهم اسمهم الصاقبات اللي هي بتشمل دوت القصب الكبيرة دوت القصب الصغيرة ودوت الزراء الأوروبية يبقى رقم أربعة في الأضرار على النبات بتعيش داخل النسيج النباتي وتسبب وتصنع أنفاق ودي زي ديدان القصب أو تعيش داخل الصمرة زي زبابة الفكهة زبابة الفكهة ساعة تفتح صمرة فكهة ألاقي جواها زبابة الفكهة لأن زبابة الفكهة هنا بتصيب الصمرة أو داخل الورقة مثل ناخرات أوراق الموالح بتعيش داخل النسيج النباتي قد تعيش داخل الصاق ودي زي دوت القصب الكبيرة ودوت القصب الصغيرة في سنة ثالثة هتيجي تلاقي يقولك ايه لمكافحة الصاقبات ايه هي الصاقبات دي اللي هي دوت القصب الكبيرة دوت القصب الصغيرة دودة الزراء الأوروبية قلنا بتضع بضها داخل السمار دي زي زبابة الفكهة قلنا داخل الورقة بتطلف الورقة دي زي ناخرات أوراق الموالح بعد كده بنقول بتساعد النقطة اللي بعد كده تساعد على نقل أنواع من الفطريات والبكتيريا والفيروسات والتي تسبب أمراض للنبات مثل المن الذي يسبب مرض خطير يسمى تورد القمة للموز حشرة المن زي ما احنا شايفينها ايه وناخدها بالتفصيل ان شاء الله يبقى الأهمية الاقتصادية للحشرة بتنقسم إلى أضرار ومنافع قلنا الأضرار هنسيب المنافع شو نتكلم عن أضرار الحشرة رقم واحد أضرارها على النبات أضرارها على الحيوان أضرارها على الحبوب والمواد المخزونة رقم أربعة أضرارها على الإنسان طيب خدنا رقم واحد أضرار الحشرة على النبات أضرار الحشرة على النبات واحد تتغزع الأجزاء النباتية الموجودة فوق سطح التربة اللي هي ولازم أكتبها ده اللي يميز الطالب الشاطر عن الطالب اللي مش شاطر ايه هي الأجزاء النباتية الموجودة فوق سطح التربة ساق أوراق براعيم أزهار سمار اتنين ودي زي حشرة الجراد ودودة ورق القطن يبقى ممكن يجي يقول لي من الحشرات التي تتغذى على الأجزاء النباتية الموجودة فوق سطح الطربة فتتلفها حشرة نقط ونقط الجراد ودودة وراء القطن رقم اتنين بتنتص عصارة النبات ودي زي حشرة المن والزبابة البيضاء والحشر الكشرية رقم ثلاثة تتغذى على الأجزاء النباتية الموجودة فين يا ولاد تحت سطح الطربة اللي موجود تحت سطح الطربة اقول له البزور وبالتالي لو اكلت البزور هل هيطلع عندي نبات لا مش هيطلع فبالتالي بيؤدي لغياب الجور واضطر اعمل عملية ترقيع طيب لو اكلت بقى الجزور طبعا من النبات هيموت ومش هيبقى له وجود طيب تتلف الضرانات ودي لو احنا رحنا نشتري بطاطس هنسيبها طبعا ونمشي لان فيها حفر فشكلها مش هيبقى كويس ودي زي الحفور والدودة القردة وهنميز بين الاصابة بيهم ان شاء الله طيب قلنا بعد كده بتعيش بعض الحشرات داخل انسيجة النبات وبتحفر داخل الصاق ودي زي الصاق زي دودة القصب الكبيرة والصغيرة وقد تضع بدها داخل السمرة ودي زي زبابة الفكهة نخرات الاوراق بتسبب تلف للاوراق اخر حاجة في الضرر على النبات بتساعد على نقل انواع من الفطريات والبكتيريا والفيروسات بتسبب امراض للنبات زي المن اللي بيسبب مرض يسمى تورد القمة في الموز طيب نيجي للضرر على الانسان انا بقى مش عايزة مذاكرة فدي الشطر يقول لي بتعمل فينا ايه واحد لو انا قاعدة دلوقتي وفي دبانة عمالة تروح وتيجي يبقى واحد ازعاج للانسان من غير ما ذاكر ازعاج للانسان مثل الزباب والبعوض زي ما احنا شايفين طبعا الزبابة المنزلية غنية عن التعريف والبعوض يبقى واحد تسبب ضرر على الانسان اللي هو بتعمله ازعاج زي الزبابة المنزلية والبعوض رقم اتنين بتفرز مواد لاسعة حد فينا مرة النحلة لساعته فطبعا بتبقى المادة اللاسعة دي بتسبب قلم شديد وتهايك في الانسجة ليه؟ ساعات احس ان انا لو النحلة قرصتني فيحصل تهايك في النسيج بتاع الجسم وتورم وتبقى مشكلة كبيرة عندنا فدي بتفرز مواد لاسعة عند واغذ الانسان يعني لما تلسعه زي النحل والدبابير يبقى واحد من غير منزاكر انا قاعدة دلوقتي وددانا بسم الله ما شاء الله بيزهقنا فده قلقوا ازعاج عمل لازعاج يبقى زي الزبابة المنزلية والبعوض رقم اتنين افراز مواد لاسعة عند واغذ اما بتيجي تلسع الانسان اللي هو واغذ الانسان ودي زي النحل والدبابير رقم تلاتة بتمتص دم الانسان زي مين الشاطر يقول لي ايو انا سمعة زي البراغيت مثل البراغيت يبقى رقم تلاتة في الضرر على الانسان تمتص دم الانسان وتنقل امراض خطيرة مثل البق والبراغيت يبقى الضرر على الانسان رقم واحد ازعاج زي الزبابة المنزلية والبعوض وطبعا دي من انسهاش اتنين افراز مواد لاسعة بتسبب تهيج وقلم شديد جدا في انسيجة الجسم ودي زي نحل العسل وضبور البلح بتمتص دم الانسان وبتنقل ليه امراض زي البق والبراغيت طبعا كلنا عارفين البراغيت لما بتمتص دم الانسان الاول بحس بلاسعة وبعد كده تمتص دم الانسان وهناخد اجزاء فما في الحلقات القادمة ان شاء الله بعد كده بتنقل امراض خطيرة للانسان زي الزباب بينقل المرض تنقل امراض خطيرة للانسان عند وقفها على الغزاء زي الكولورا تنقل امراض خطيرة للانسان عند وقفها على الغزاء مثل الكولورا بتنقل الزبابة مرض الرمض الصديدي من غير ما تقصد بتقف على عين انسان مصاب ثم تقف على عين انسان سليم فتنقل له مرض الرمض الصديدي يبقى احنا خدنا الضرر على ضرر الحشرة اه الامال اجسادية الحشر اخدنا واحد ضرر على النبات واقلنا ادرر على النبات واحد امتصاص مرض بتتغزى على الأجزاء النباتية الموجودة في صفح الترب sua بتتغزى على أجزاء نباتية الموجودة تحت صفح التربة امتصاص انتصاص عصارة النبات بتسبب بتعيش داخل انسجة النبات ودي زي بتحفر داخلها زي ضد القصب الكبيرة والصغيرة او بتعيش داخل الصمرة زي زبابة الفكهة طيب بتساعد على نقل انواع خطيرة من الفطر والبكتيريا والفيروس التي تسبب امراض للنبات زي تورد الكمة الضرع للانسان بتسبب ازعاك بتسبب افراز مواد رائحة كريهة زي بقى الفراج بعض الحشرات بتفرز مواد لاسعة وكلمنا عنها بتعمل قلق للانسان زي البراغت وتمتص دمه بعد كده اتضرر على الحيوان اتضرر على الحيوان رقم واحد بتتغذى بعض انواع القمل القارد على الخلايا السطحية للجسم وبصيلات الريش يبقى الامل القارد بيتغذى على الخلايا السطحية للجسم تب الامل الماص على دم الطيور ويسبب ضعف وهزال على دم الطيور ويسبب ضعف وهزال بتسقب يركات نغف جلد البقر يبقى هنا بتتغذى على الجلد والريش والدم للحيوان وتسبب الضعف والهزال مثل الامل القارد بتسقب جلد الحيوان فتقلل من القيمة الاقتصادية للحيوان وده زي نغف جلد البقر بيه تسكب يرقات نغف جلد البقر في جلد الحيوان فتقلل من كنته الاقتصادية رقم ثلاثة تسكب يرقات معدة الخيل الغشاء المخاطل مبطل للمعدة تسكب يرقات معدة يرقات معدة الخيل الغشاء المخاطل المبطل للمعدة طيب هي بتسكب الغشاء المخاطل مبطل للمعدة فبالتالي ده هيؤثر على عملية الهضم والامتصاص بالنسبة للحيوان وهيسبب لي مشاكل يرقاط نغف أنف الغنم بتسبب التهابات وألم حدة للحيوان يبقى يرقاط نغف الغنم بتحدث التهابات بالأخشية المخاطية للأنف وتسبب ألم شديد للحيوان ونزيف دموي بيؤدي إلى صعوبة التنفس وفاقة اتزان الحيوان نقول الحتة دي تاني الضرر على الحيوان واحد تتغذى بعض تتغذى بعض تسقب جلد الحيوان فتقلل القيمة الاقتصادية مثل نغف جلد البقر رقم واحد تتغذى على الجلد والريش والدم من الحيوان وتسبب هزال مثل الأمر القارض بعد كده قلنا رقم تلاتة بتتغذى تتلف يرقاط معدة الخيل الغشاء المخاط المبطل المعدة بتسقب يرقاط نغف أنف الغنم بتسبب التهاب في الغشاء المخاط المبطل للأنف فتسبب التهاب وألام حدة وبالتالي بتسبب ألم شديد للحيوان ونزيف دموي ويؤدي إلى صعوبة التنفس وفاق ضيان الاتزان طيب نجي نتكلم عن الضرر بتاع الحشرة على الحبوب والمواد المخزونة كلنا بنخزن الخنافس اللي بيهجموا المخزن يبقى رقم واحد بتهاجم الحبوب المخزونة والدقيق وتسبب تلفه مثل أنواع السوس والخنافس اللي بتهاجم المخازن لو إحنا بنات وشطار في البيت وعندنا شوية دقيق وجينا نبص هنلاقي فيه سوس وخنافس لو إحنا مخزنينه لفترة طويلة ده دليل على أن الحشرة عندي بتاع السوس والخنافس هجمته داخل المخزن النقطة اللي بعد كده رقم اتنين لو عندنا ملابس ولا سجاد عينينهم في فترة مثلا الشتاء عشان نطلعهم في الصيف أو في الصيف عشان نطلعهم في الشتاء فبتهاجمه ودي زي حشرة السراصير والعتة لو عندنا كتاب ومركون من فترة طويلة وجينا نفتحها نلاقي في حشرة صغيرة أو بتجري بسميها حشرة السمك الفضي بنتكلم الوقتي عن الضرر للحبوب والمواد المخزونة وزي ما قلنا لو عندنا شوية رز أو شوية قمح أو شوية شعير أو دقيق ومشتقات الدقيق ومخزنينه جوه البيت فالبنات الشطار اللي معايا وجم ياخدوا شوية دقيقة هيلاقوا فيه حاجة اسمها السوس والخنافز دي أصابته داخل المخزن طيب لو عندنا سجاد وطبعا كلنا بنعين السجاد وبنعين وبنخزن الملابس لفترة طويلة سواء في الشتاء أو في الصيف ده بيصاب بالسراصير والعدة لو عنده كتب مركونة وطبعا عندنا كتب بسم الله من شاء الله مركونة كتير جدا ما بنذكرش فيها فلو جينا نفتحها هلاقي حشرة صغيرة بتيجري كده بسميها السمك الفضي طيب سوسة لو احنا نايمين بالليل كده وسمعت في السرير حاجة يعني صوت في كده بسميه السوسة دي بقول بتتغزى بعض الحشرات على المواد السلوليزية تتغزى بعض الحشرات على الأساس والأخشاب مثل النمل الأبيض دي بتتغزى عن مواد السلوليزية اللي موجودة في الخشب والأساس ده زي حشرة النمل الأبيض زي ما احنا شايفنا يبقى الضرر على الحبوب المواد المغزونة الطلبة الشطرة تراجع معايا رقم واحد بتهاجم الحشرات الحبوب المغزونة والدقيق ومشتقاته للحصول على غزائها وتستهل الكمية كبيرة مما يؤدي إلى تلوسها وتلوس الحاجة اللي أنا بخزناها دي بالإفرازات زي السوس والخنافس بتهاجم المغزن رقم اتنين لو أنا عندي ملابس أو سجاد مخزناهم بتصيبهم زي السراصير والعتة وطبعا لو أنا عندي كتاب ما بفتحوش بقى لفترة كتيرة وطبعا حبيبي عندهم كتب ما بتتفتحش خالص فبلاقي في حشرة صغيرة اسمها حشرة السمك الفت طيب بعد كده من قطة الأخيرة بتتغزى على بعض الحشرات على المواد السلوليزية زي الموجودة في الخشب والأساس زي حشرة النمل الأبيض لو أنا نايمة كده وعندي حاجة مسوسة في الخشب بس مع صوت الصوت ده نتيجة الإصابة بالنمل الأبيض أنا اتكلمت هو كل كل كله أضرار ما فيش منافع لا أكيد الحشرة دي لها منافع أكيد يبقى أنا خدت أضرار الأهمال الاقتصادية للحشرة اتكلمنا عامل أضرار وقسمناها الخمس حاجات أضرار على النباتات على الحيوانات على الحبوب المواد المغزونة على الإنسان أربعة طيب أنا عملة بقالي ساعة بقالي ساعة باتكلم عن أضرار 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 أكيد فيه منافع طيب حد من أولادي كده يقول لي إيه منافع الحشرة واحد إنتاج مواد نفعة بعض الحشرات بتنتج مواد نفعة الشاطر يقول لي زي إيه العسل ده مش مواد نفعة بتغذى عليه إيه ويبقى واحد تتغذى بعض الحشرات بتنتج مواد نفعة تتخدمها الإنسان في الغذاء والملبس زي النحل بيفرز العسل وغذاء الملكات ودودة الأز بتديني إيه الحرير يبقى مش معنى أن أنا بتكلم عن أضرار بقالي أكتر من نص ساعي يبقى مفيش منافع لا أكيد عندي منافع ومنافع ملموسة كمان واحد بعض الحشرات بتعطينا مواد نفعة سواء بستخدمها في الغذاء أو الملبس أو غيره زي النحل بيديني إيه يا حبايبي بيديني آآ الغذاء الملكات وبيديني آآ العسل عسل النحل اللي احنا كلنا بنكله ويدودة الأز بتديني آآ الحرير طيب بتساعد في زيادة إنتاج المحاصيل الخضر والفاكة عن طريق التلقيح الحتة دي مهمة واخدناها بالتفصيل في سنة أولى في النبات اللي هو التلقيح الخلطي بواسطة الحشرات ودي حشرة مشهورة جدا عند ليه نحل العسل بيقف ياخد الغذاء بتاعه وبالتالي بين الحبوب اللي قاح من نبات إلى نبات وبيتم عن طريقة عملية التلقيح الخلطي يبقى تساهم بعض الحشرات بتساعد في زيادة إنتاج محاصيل الخضر والفاكهة دي عن طريق تلقيح الأزهار مثل نحل العسل رقم ثلاثة باستخدمها في الأبحاث العلمية باستساهم في تقدم الأبحاث العلمية زي حشرة الدروسيفلة ودي حشرة مشهورة جدا اسمها الدروسيفلة تساعد في بعض الحشرات بتتغذى على حشرات أخرى ضارة وده بسميه التطفل والافتراس وهندي بالتفصيل إن شاء الله اللي هي في المكافحة الحيوية هتاخد في الدبلوم في سنة ثالثة المكافحة الحيوية عن طريق ظاهرتية التطفل والافتراس مهمة جدا الظاهرة دي إن بعض الحشرات بتتغذى على حشرات أخرى ده بسميه فتراس بتاكلها بتلتهمها أو تتطفل عليها زي أبو العيد اللي بيفترس بيد دودة ورق القطن زي حشرة أبو العيد دي بتفترس بيد دودة ورق القطن طيب بالنقطة اللي بعد كده بتستخدم بعض الحشرات ومنتجاتها في العلاج في العلاجات مثل عسل النحل باستخدم بعض الحشرات ومنتجاتها في العلاج والجراحة حيث يستخدم عسل النحل لعلاج كرحة المعدة وبعض الأمراض الجلدية ودي معلومة احنا ما نعرفهاش فعسل النحل مفيدة عندي في علاج كرحة المعدة وبعض الأمراض الجلدية وغزاء الملكات باستخدموا عندي في العكم الجنسي علاج العكم الجنسي يبقى احنا النهاردة تكلمنا عن رقم واحد اصل وانتشار الحشرة وقلنا السؤال ممكن يجيلي يقول لي اسكر اسباب انتشار او العوامل التي ادت الى انتشار الحشرة او ان يجي يقول لي بصورة غير مباشرة على الرغم من صغر حجم الحشرة الى انها غازت جميع بقاع الارض طيب ايه هي الاسباب التي ادت الى انتشار الحشرة بالشكل اللي احنا شايفون المهول ده صغر حجم الحشرة زي ما قلنا بتؤدي الى كلت حاجتها من الغزاء وغروبها من الاعداء رقم اتنين ان الحشرة لها هيكل خارجي صلب لها هيكل خارجي صلب فده بيمنع تبخر الماء وبالتالي يمنع جفاف الحشرة وموتها وجود الاجنح العاملة ودي جات في مرة بنقول ضع علامة صحة او غلط وجود الاجنح العاملة بيزيد من انتشار وبقاء الحشرة الشطر هيقول لي دي صح ولا غلط اقولك لا هي صح ليه لانها عن طريق الاجنح العاملة بتستطيع الحشرة الطيران والامتقال من مكان الى اخر ملقيتش هنا اكل غزاء هتنتقل الى مكان اخر فيه غزاء ملقيتش عندي مكان لوضع البيت يكون امن بتنتقل لمكان اخر ملقيتش مكان للتزاوج او زكر للتزاوج بتروح له هي عن طريق الطيران الاسرار ودي زي زبابة المنزلية اكبر مثال في عملية الاسرار ان هي بتوصل للعائل بتاعها وتوصل للغزاء بتاعها اه خدنا اسباب لا تتعلق بالحشرة خدنا اسباب الشطر بقى يفكرني بها ايه هي الاسباب التي لا تتعلق بالحشرة واحد التقدم في وسائل المواصلات كانت الحشرة بتلاقي ما يعقها لما بتيجي تنتقل عبر البحار والمحيطات والمسطحات المائية فالحمد لله بتقدم وسائل المواصلات زي السفن والطائرات سهلنا الموضوع ده طيب اه جهل المزارعين بتبقع الحشرات وانواعها والقافة دي اسمها ايه اصلا يعني انا لو جيت على اي مزارع وسألته القافة دي اسمها ايه مش هيعرفها طب بتكفحها ازاي ما يعرفش طب اعرض اصابتها ايه ده بالعوائل بتاعتها ايه ده مؤزم المزارعين عندهم جهل في الثقافة دي نقل الاسمدة البلدية من مكان الى اخر بغلط السلاح الاراضي ساعد على انتشار حشرة جديدة اسمها الجعال انتقلنا في النقطة التانية لحتة مهمة جدا وهي ما هي الاهمية الاقتصادية للحشرة قلنا الاهمية الاقتصادية للحشرة تنقسم الى اضرار ومنافع الحشرات اضرار ومنافع الحشرات طيب ايه قلنا ضرر الحشرة على النبات ونركز عليها تاني ونقولها مع بعض على السريح واحد ضرر الحشرة على النبات قلنا الاول قبل ما اتكلم تنقى الاجزاء النباتية الشكل الظاهري للنبات نرجع بالزاكرة لسنة اولى هللاق الشكل الظاهري للنبات يتركب من اجزاء فوق سطح التربة تحت سطح التربة طيب ايه هي بقى يا بناتي ويولادي الاجزاء اللي فوق امسك كده النبات من فوق سطح التربة لايه اول حاجة الصاك لاوراق البراعم الازهار النورات السماء والنورات طيب ايه هي الاجزاء الموجودة تحت سطح التربة هلاقيها بزور جزور درانات جزور بزور درانات طيب نبدأ نقول بقى ما هي الاضرار رقم واحد تتغزى بعض الحشرات على الاجزاء النباتية الموجودة فوق سطح التربة واللي بيما يزلش طالب الشاطر عن الطالب اللي مش بذاكر هقول مثل الصاك والاوراق والبراعم والازهار والصمار فتتلفها مثل الجراد ودودة وراء القطن وقلنا ممكن السؤال هنا يجيلي بصورة اسرع واحسن ويقول لي تتغزى بعض الحشرات على الاجزاء النباتية الموجودة فوق سطح التربة مثل الصاك والاوراق والبراعم فتتلفها مثل حشرة نقط ونقط اقول له زي ايه نرجع بالذاكره شوية نقول الجراد ودودة وراء القطن اتنين امتصاص عصارة النبات امتصاص عصارة النبات فحشرة بتنتص يعين عصارة النبات فالنبات هيحصل له ايه هيضعف يحصل له زبول وقد يؤدي الى موت النبات ودي زي المن الزبابة البيضاء والحشرة الكشرية رقم ثلاثة هلاقي الاجزاء بقى النباتية اللي تحت سطح التربة انا ما تكلمتش عليها هيقول لي ايه الاجزاء النباتية اللي تحت سطح التربة هقول له رقم واحد اه الاجزاء النباتية الموجودة تحت سطح التربة اه البزور وطبعا من بديه جدا ان لو حشرة جات كلة البزرة من تحت سطح التربة هيحصل في ايه موت للبادرة مش هتطلع اصلا فبالتالي بدطر العملية الترقيع مرة تانية بسبب خسائر طبعا للفلق طيب ممكن اه تقرد الجزر من تحت سطح التربة وهناخد انواع القرد ده سواء كان حفار او ضدقاردة بالتفصيل في الدبلوم ان شاء الله هتعمل رقم ثلاثة هتتلف الدرانات وتشوه من منظرها زي درانات البطاطس قلنا بعد كده بتحفر في انسيجة الصاق ودي زي حشرتين جمال او يدط القصب الكبيرة والصغيرة وفي الدبلوم هنسميهم الصاقبات وفي المنهج من قدام شوية هنقول يعني ايه صاقبات هقولك يعني دودة القصب الكبيرة دودة القصب الصغيرة دودة الزرة الاوروبية اه قد تضع بضها دخل السمرة ساعات كده افتح اي سمرة فكهة الاء جواها وبيض لحشرة بسميها زبابة الفكهة او ناخرات الاوراق بتتلف الاوراق طيب انتقلنا بعد كده للضرر بتاع الانسان وطبعا يعني ضرر الانسان ده مش عايز مذكره رقم واحد قلنا ازعاج للانسان زي الزباب والبعوض وطبعا بسم الله ما شاء الله يعني منورنا على طول الضرر على الانسان بتزعج الانسان مثل الزبابة والبعوضة زي ما احنا شايفين اتنين افراز مواد الاساعة عند واخذ الانسان وبتسبب تهيج في انسجة الجسم لو حد مننا ثلاث ساعة قبل كده من نحل العسل بيحصل تهيج وقلم شديد في الانسجة زي الناحل والدبابير قلنا بتمتص دم الانسان وتنقل لها امراض خطيرة مثل الدق والبراغيت بسم الله ما شاء الله الباراغيت ومعروفة يعني وما تقولوش لأ طيب بعد كده بتنقل عدوى للانسان مثل الزباب وتنقل امراض خطيرة مثل لو وقفت على الغزاء زي الكولورا بتنقل مرض الرمض الصديدي لو وقفت على عين انسان مصاب ثم انتقلت الى انسان سليم فبتنقل مرض الرمض الصديدي قلنا بعد كده بتعمل قالق للانسان زي بق الفراش والبراغيت قالق للانسان افراز رائحة كريهة افراز رائحة كريهة زي بق الفراش افراز رائحة كريهة مثل بك الفراش طيب لو جينا تنقلنا على الحيوان زي ما احنا قلنا بتتغذى على الجلد والريش وبصيلات الجسم زي الامل القارد والامل النص بيمتص بيمتص دم الانسان بعد دم الحيوان بتسكب جلد الحيوان فتقلل من القيمة الاقتصادية له زي جلد البقر بتعمل قلق كبير جدا في جلد الحيوان فتقلل من قيمته الاقتصادية تسكب يرقاط نغف معدة الخيل الغشاء المخواط المبطل للمعدة كما ان وجودها داخل المعدة بيؤثر على عملية الهضم والامتصاص تسكب يرقاط نغف انف الخيل في الغشاء المبطل للانف فمتخيلين الصعوبة ان هيحصل في صعوبة في التنفس وفاقد اتزان وفاقد اتزان بعد كده قلنا اه اتضرر على الحبوب والمواد المغزونة قلنا الحبوب والمواد المغزونة زي ايه لو احنا مخزنين عندنا شوية طرز شوية قمح شوية دقيق ده بيعمل ايه ده بيعمل بيصيب زي السوس والخنافس النهاردة تكلمنا عن حاجات مهمة جدا اتمنى تذكروها زي ما هي الاهمية الاقتصادية للحشرة اضررها ومنافعها اوعي تنسوا منافع الحشرة اتمنى تكون استفدتوا في حلقة النهاردة اتمنى اشوفكم على خير ان شاء الله والى اللقاء في حلقة قادمة اشتركوا في القناة